اشتركوا في القناة اولتها لهاتي بالندوى المتعلقة بمكافحة الهجرة غير المشروعة في قانون المغربي والدولي فكرة الندوى جاءت بناء على مقترح وبشاركة بين نياب العلماء ورئاسة المحكمة السيناء كما تعلمون بان الهجرة السيرية او اشكالية الهجرة والمهاجرين بصفة عامة اصرحت تؤرق بال الدولة بصفة عامة والاجهزة لا الجهاز القضائي ولا الجهاز الامني نظرا لما يشكله الموضوع الهجرة بصفة عامة والهجرة غير المشروعة بصفة خاصة بما يترتبع عن الهجرة غير المشروعة من نقاسي ومن وضعيات صعبة بالنسبة للمرشحين للهجرة السيرية وما يزيد في تعميق المشكلة ان هذه الهجرة الغير المشروعة اصبحت تتنامى بشكل كبير خاصة في المدن الساخلية كناظر حسيمة تطوان ضرجة وبالتالي اصبح هذا المشكل له تداعيات كبيرة وجعل البادرة تلقى استحسانا لتحسيس أولا الرأي العام ولتحسيس جميع الفاعلين لتضافر أو للقيام كل من جهته بتضافر الجهود ومعالجة هذه الآفة التي أصبحت مشكلة كبيرة سواء على الصعيد الاقتصادي أو الأمني طبيعا الحال ندواجات متزامنة مع المؤتمر حكومي الدولي بالمنعقل بمرقش الذي ناقش وضعية الهجرة بصفة عامة والوضعية سواء الاجتماعية أو الاقتصادية للمهاجرين الذين أصبحوا يتكاترون من الجنوب على أرض الوطن فكرة الندوة كذلك حتى لأنها مشكلة آنية وتجيب العلاج أو التحسيس كل من جهته حقيقة وضعية المهاجرين أصبحت لها أصبحت لها مكانتها على الصعيد الوطني ومما جعل المؤتمر الدولي أو ممن بطق معه المؤتمر الدولي تلك المعاهدة التي نظمت وضعية المهاجرين وكذلك سواء النحية الاقتصادية سوسيولوجية والثقافية في إطار ما أصبح يعرف بتنظيم للمهاجرين للتعلم للتنبرص للتوفير مناصب الشغل طبعا الحل ندوى أكي ما أشتروا ألقات وحد تتحسين منطرف جميع الفاعلين كذلك منطرف جميع المخصصين لا السادة المحامون ولا السادة رجال السلطة ولا السادة رجال لذلك لكذلك يقوموا تهما بوحد المجهود وكذلك أعطيت وحد منطبع حسن وحد منطبع تحسيسي على هذه الوضعية التي أصبحت حديث عام ومنحمد لله المغرب خطأ خطوة جبارة فأبدأ الموضوع بالنسبة للدول الأوروبية المستقبلة ولا بالنسبة له كدولة تتواجد بها المجموعة الكبيرة من هؤلاء كنتمنون لدوات تحقوبان واخرى لمعالجات أو لتحديث الرأي العام كذلك نشكر للإخوان اللي حضروا سواء المجتمع المدني أو من جميع الأطيام اللي جعلت هاد الندواء فيهم أحد إحساس بالمسؤولية توجاه لأجانب اللي كي تتواردوا على بلادنا ولا حتى بنسبة لأبناء دينا كيفاش خصنا نحميهم ومن العصابات اللي كتنضم لهم الهجرة الغير السرية والتالي هاد أبناء كي يضيعوا لأنهم جميع إحوال فردات أكبرنا وكي يجعلنا كل جوتات المترمية على السواحل المحر شكرا من جديد على اهتمام لديتيو للندواء وانتمنى وانشاء الله نتلقى في فرصة قادمة وشكرا ترجمة نانسي قنقر